السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدر نشوف كده اسعار السمك مع اسعار الفراغ. السمكة ما شاء الله السمك الفليل دوت الكيلو بخمسة وتمانين جنيه. يعني لفتت نظر السمكة شكلها حلوة كده وهي متعلقة. يعني خدتها صورة من بعيد. شكلها يعني ملفت للنظر. ده البط البلدي. البط البلدي بخمسة وستين جنيه. بلدي بلدي. يعني دي الستري بتقعد عند الطلبية. بتقعد ببطه بحمام وارانب وعسل وبيض وجبنة. عندها بط بلدي والبط المورل. آآ ده اي اي نوع بط ده الكيلو بخمسة وستين. يعني ما شاء الله الحاجة بتاعتها حلوة. ويا دوب لو عاوزة بقى تشتري حاجات بقى الناس بتشتري رمضان كل سنة وانتو طيبين. البناء آآ البناء كان بسبعة وستين. سبعة وستين او سبعة وستين. والوراق كان بتمانية وتلاتين. آآ ما شاء الله الراجل ده حاجته نظيفة. يعني بنجيب منه على طول. آآ وده البطة هوتة كان عندها كزا نعم البط اللي هو المرر والبط البلدي. كانت اي نوع اي نوع الكيلو بخمسة وستين جنيه. وكان عندها رومي وعندها فراخ عتائي وعندها فراخ اللي هي الشامورت البلدي. عندها كل الانواع يعني. وعندها بيض وعندها جبن وعندها سمنة. وعندها لبن. آآ بصراحة يعني آآ عدنا النائبة خدنا الفراخ من عندها. الفراخ البلدي بلدي يعني. آآ دي تربية بيوت مش بتربية مزارع. شايفنا كده شكلها حلو. يا ما شاء الله عليه الفرخة كبيرة وآآ حلوة. آآ حاجات دي متربية في البيت كده وشكلها حلو. يعني بتاخد منها الحاجة مضمونة. وعارف معروفة عارفة انها بتاكل ايه يعني مش آآ حاجتها بتبقى كويسة. والرومي دي آآ الفراخ العتائي زي ما انتم شايفين كده الفراخ. الفراخ كانت العتائي كان بخمسة واربعين جنيه الكيلو. والشامورت كان بتمانية واربعين. الشامورت كان بتمانية واربعين. آآ والرومي. الرومي كان الكيلو بستين جنيه. عندها الرومي الكيلو بستين جنيه. اهو. آآ ما شاء الله اللي اديك الرومي يوزن. يجيله خمسة كيلو ستة كيلو. آآ يعني حاجة متربية في البيت. والفراخ بتاعتها حلوة بصراحة. اللي هي البلد البلد الشامورت. آآ وسط العسعار كلها اصلا غالية والله والله كلها صار غالية. يعني اللي عاوزي يشتريه يشتريه دلوقتي. آآ يعني عندها بيد وعندها سمن وعندها جبنة. آآ والفراخ البلد بتاعتها حلوة. يعني الفراخ كل بقى كل كل سعف آآ بسعر شكل. يعني اللي هتشتريه النهاردة ما ازاي اللي هتشتريه بكرة. بالنسبة للبط برده كل ما تخش على دخل رمضان كده كل الحاجات دي بيبتريه ترفع عشان بقى الناس كلها بيبتريه تشتريه وتخزن. يعني الاور اليوم وكده. فالناس بتشتريك مال اللي هي بتاعتهم اللي تكفيهم اول اول اسبوع مسلا. وبعد كده تشتريه تكمل بيت الشهر. يعني في بط بقى الناس بتحب البط البلدي وناس بتحب البط الابيض. وناس بتحب البط اللي هو المرر ده ده ووزنه بيبتقيل. يعني ممكن البطها تطلع اربعة كيلو خمسة كيلو وممكن اكتر حسب الاكل يعني مش كله. البطرمان العسل ده كانت بتبعه بخمسة وعشرين جنيه. بس حلو. يعني شكله حلو انا فتحته. يعني العسل طعمه حلو. يعني مش اللي هو اللي بديك اللي هو طعم السكر كانك بتاكل سكر صافي. لأ حلو. والفراخ بتاعتها حلوة ما شاء الله انا جبتها ونظفتها. ومنظيفة وحلوة. وان شاء الله هنصور على هنصور عندها على طول. واي اي حاجة عندها هنعرف مع بعض كده الاسعار. آآ يعني هي الاسعار يعني تعتبر نوعا ما يعني هي ارخص من من عند بتاع الفراخ. آآ وحاجتها مضمونة. يعني دي حاجة بالبيوت آآ بيتبقى انضف من بيجبوها من المزارع وكده. آآ والحاجة بتاعتها جميلة ان شاء الله هنصور عندها تاني. آآ ولو اول مرة تشوفي قناتي اشترك فيها وفعالي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي السمكة سمكة جميلة.